لا يزال التصعيد العسكري مستمر من قبل قوات النظام وروسيا على منطقتين ريف إدلب وحما حيث استهدفت الطائرات الحربية الروسية عدة مناطق بريف إدلب الجنوبي ومنها قرية الفطيرية حيث استهدفت البلدة بصواريخ فراغية تزامنا مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع وايضا استهدفت قرية أحسم وبلدة كنصفرة بريف إدلب الجنوبي كما قصفت قوات النظام بالمدفعية الثقيلة قرية بيلون وايضا قرية كنصفرة بمنطقة جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي أما بمنطقة ريف حماء الغربي وتحديدا بمنطقة سهل الغاب قصفت قوات النظام عدة قرى في منطقة سهل الغاب ومنها قرية العنقاوي وقرية الشيخ سنديان والقاهرة والمنصورة وقرية غاني وذلك بعشرات القذائف المدفعية والصاروخية جمعة الأحمد حلب اليوم ريف إدلب